موقف أحزاب المعارضة التي قررت مقطعة جلسة التصويت على الدستور أظهر تغييراً في استراتيجيتها تجاه السلطة عكس مشاريع القوانين التي كانت المعارضة تصوت عليها بلا في البرلمان قرر نواب المعارضة انتهاج أسلوب القطيعة مع السلطة ورفضهم المشاركة في جلسة الأحد المقبل حسب المتتبعين للشان السياسي الوطني المعارضة تسعى من خلال قرارها إلى التشكيك في مصداقية الدستور الجديد من جهة واستعضاف الجزائريين وربح ودهم من جهة أخرى خاصة وأن موقف المعارضة من قانون المالية عاد جزءاً من مصداقيتها المفقودة المحللون يرون أن تواجد أحزاب المعارضة في جلسة التصويت تعتبر بمثابة فوز للسلطة التي تسعى إلى إشراك كل الأحزاب السياسية من أجل إضفاء الشرعية على الدستور الجديد ولا يؤثر عن مصداقية الدستور فعال المعارضة هو جزء من الحراك السياسي جزء من مشهد الذي تعيش في الجزائر في فعال السياسي الموجود ومقاطعة يعني أن هناك آراء مختلفة ورأي الأغلبية هو الذي يسود يبقى المستقبل القريب وحده كفيلاً بأن يظهر من سيخرج فائزاً من معركة الدستور السلطة أم المعارضة